نحو ثلاثمائة منزل مهدد بالهدم على رؤوس أصحابه يحدث ذلك في حي الرسالة التابع لقضاء أبي غريب غربي بغداد حيث أغلب سكان الحي من الفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة سكنت هذه العائلات حي الرسالة منذ أكثر من عشر سنوات بعد تضليلهم من قبل وزارة المالية حينها التي قالت إن أرض الحي تعود ملكيتها للدولة وفقا لشهادات السكان أنا عندي خمس أطفال وأشترع عماله هل يجوني في شفاءاتي وقعوني في مقراسي أم لا أطلع أموت أنا جهلي ما أطلع لو مستفياس هي لو جاء عشر مستفياس هنا أرنام أنا سترع أربعة سنة قاعد هنا أربعة سنة ونروح هذا النبيوت نازلين بيهن تجاوز ويريدين يهدمونهن علينا وندحج على الله وعلى كل من يسمع صوتنا يوصله بالمساعدة لأن إحنا صاحبين يتامة أكثر هذه العوائل كلها أطفال يتامة لا أم ولا أب ولا كل أحد بس الجدة والمدرش أنهم ربيت ومعايش بيهم الله هو يشهد يعني إحنا نريد الحكومة تنصف بحال الناس وتكرمهم دارهم وتخليهم قاعدين لو تجيرهم بالشارع وبعد سنوات ظهرت النائبة السابقة صفية سهيل لتقول إن الأرض ملك خاص لها بحسب بلاغ من محكمة التنفيذ في أبي غريب بلاغ رفضه سكان حي الرسالة محملين الحكومة مسؤولية قرار تشريدهم والاستيلاء على مساكنهم من شوفناهم هاي قلنا البياب تابع الوزارة المالية يقولوا لما أننا علاقة وروح سوووننا مكاتب ويصف في أسئلة اللي تجونا وهالناس شنو ذنبهم ما عد منطقة تابعة للدولة تابعة المالية قاعدنا بيها وشننا كلها مالية واحنا استلمنا مالية لكن هسه جانا أمر أنه لازم نشيل لازم نفلش ما نتحمل ذنب أخطاء دولة أو ما نتحمل ذنب أنه إحنا قاعدنا هنا إحنا قاعدنا هنا الدولة هي اللي تتبنى الأمور إحنا شنو ذنبنا ولقاعدنا عقود بيها رسمية وقدمناها للقضاء أستاذ هم دولة عدهم فلوس إحنا شنو ذنبنا لا عدنا فلوس وقاعدين بقيعاننا وقاعدين ببهاتنا وهسه طيرين ورانا ولا أبلغ على وضع سكان حي الرسالة المأساوي بسبب الفساد وسوء الإدارة من كلمات هذا المواطن بنتي بيان صالة زي ويعني وين أروحاني يعني إذا قلت لي شيء أو هدمتني يعني وين أنطوجي أنا ولاني جهالي وين أروح يعني حالتنا يرضينا هم لا نقدر نعجل لا نقدر نسوي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر